هذه العقارية انتقلت هناك وبعد ذلك تغير النظام لما ألغوا نظام الساعات والنظام كان يقوم على أن تختار حتى التخصصات تغيرت لم يكن فقط أدبي و علمي كان فيه أربع تخصصات كان فيه الشرعي والعربي وفيه العلوم الإدارية وفيه العلمي مقسوم قسمين رياضيات و فيزياء و كيميا و وحية أنا دخلت رياضيات و فيزياء دكتور بالمناسبة فيها الآن موجود في وزارة التعليم الآن عندهم نظام مسارات جديدة الآن أخر فمن ضمنها مساري العلوم الصحية و الحياة و الطبية و كيميا و حية و نعم و مسار الهندسة و الحاسب الآلي قد يكون امتداد لهذا النظام كميل دخلنا و نسجل و نأخذ ساعات و بالمناسبة كان عندنا ترم صيفي و كان يعقد في الطايف تروحون نعم تنتقل المدرسة و الهيئة التدريس تنتقل إلى الطايف لماذا ترح الطايف؟ صيف فترة الصيف و الدولة التعرف كانت تنتقل الحكومة كانت تنتقل في الصيف صحيح فذهبوا هناك و درس بعض زملانا صيفيين ترمين صيف و أنهى الثانوية في سنتين و تذكره بالاسم لا ثلاث سنوات أخذتها في ثلاث سنوات طبيعية لكن أتذكر أنت تخصصك علمي؟ رياضيات و فيزياء نعم تخصص رياضيات و الفيزياء الكيميا لما أكون حب الكيميا يعني ما أعرف كيف يتخصصهم فيها لكن لكن ليش أنت تميل يعني أخذت فيزياء و أخذت أحب الرياضيات مع أنت خصصك الآن عن اجتماع صحيح لكن صحيح لكني أعشق الأرقام والرياضيات جداً جداً سبحان الله نعم تفاضل و التكامل و كل هذه القرار كان قرارك أنت جداً أن تختار هذا التخصص جداً لم يتدخل الوالد إلا بالتوجيه الوالد كان محفز بالمناسبة في قضية القراءة كان يحضر لنا من العمل المجلات و القصص قصة الأطفال قصة صعد كانت تصدر في الكويت و ميكي اللي كانت موجودة المتاح و لم يكن الهدف إلا تشجيع القراءة و تنمية القراءة في داخلنا لأن الوالد رحمة الله عليه كان قارئ نهم نهم بمعنى الكلمة تلك مثال بسيط يمسك كتاب الكامل في التاريخ 14 مجلد 9 مجلدات يبدأ يقرأ يقرأ صفحة صفحتين في الجلس يقفل ثم في المساء يفتح يقرأ صفحة صفحتين ثلاثة ثم يقفل حتى ينتهي من التسع مجلدات كلها على مدى أسبوعين ثلاثة شهر شهرين و هكذا البداية و النهاية و الكامل و تفسيره من كثير و مجلدات نحن الآن نستصعب نقرأ كتاب صغير و هؤلاء جلد أول عندهم نعم و الوقت اختلف و الفراغ و الزمن طيب دكتور لما انتهيت من المرحلة لما انتهيت من المرحلة